اهلا بكم الى عين على اوروبا انقسام الى حد العضاوة لا يزال مستمرا في المملكة المتحدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بين فئة مؤيدة واخرى معارضة واتهامات متبادلة بزرع بذور التفرقة في المناقشات البرلمانية الساخنة حتى ان الامر يبدو خارجا عن نطاق السيطرة تعصب وكراهية اصبح منذ الاستفتاء على الخروج البريطاني واضحين في الشوارع البريطانية بل وثمت اتهامات بالخيانة موجهة للساسة تصل احيانا الى تهديدات على الانترنت بالعنف والقتل ها هي قد باتت حقيقة يومية وهو ما دفع نوابا في لندن الى طلب المزيد من الحماية الحكومية لقطات من امام البرلمان البريطاني نزاعات بين انصار وخصوم البريكسيت تطلب التدخل الشرطة يتعرض النواب امام البرلمان للاعتداء اللفظي وبعضهم للاعتداء الجسدي ناجيل فراج رئيس حزب بريكسيت تم رشقه بمشروب بالحليب المخفوق لكن السياسيين يقولون ان الاستعداد للعنف يأخذ ابعادا اكبر من ذلك تلقيت تهديدا بالقتل غالبا ما اتصرني التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلقيت عدة تهديدات بالقتل فتقدمت ببلاغات كنا نجلس سويا مؤخرا وسأل احدهم من الذي لم يتلقى اي تهديد بالموت الجميع وصلتهم تهديدات توم بريك ايضا الليبرالي الديمقراطي معارض قوي للبريكسيت ويواجه ايضا كراهية ضده وقد تمت مناقشة في مجموعة فيسبوك حول ما اذا كان ينبغي شنقه يتروح الامر بين الاساءة اللفظية والتهديدات بالقتل والتي ربما وصلت الى بعض اعضاء البرلمان ومن الواضح ان الامر ازداد سوءا منذ استفتاء البريكسيت انه محمي بشكل سيء من الهجمات المحتملة مثله مثل جميع البرلمانيين يقدم توم بريك بانتظام استشارة للمواطنين ولا يوجد تأمين خاص لمكتبه الذي لا يغلق الا في الليلة احد مهامنا كأعضاء في مجلس النواب ان نكون في خدمة المواطنين وهم يأتون الينا بمشاكل مختلفة من نقص الاماكن في المدارس الى قضايا تتعلق بالاسكان واذا تعذر وصولهم الينا فلن نؤدي عملنا بشكل جيد الخطر خلال العمل حقيقي فقبل ثلاث سنوات طعنت نائبة حزب العمال جو كوكس في دائرتها الانتخابية وهي في طريقها الى لقاء المواطنين مرتكب الجريمة كان يمينيا لكن حتى رئيس الوزراء يتحمل مسئولية في نشر الكراهية كما تقول المعارضة فوصفه لقانون الاتحاد الاوروبي من المعارضة بانه قانون استسلام امر يشجع على الكراهية يتعرض الكثير مننا للتهديد كل يوم حتى التهديد بالقتل سيدي رئيس الوزراء غالبا ما يستخدم الناس ومصطلحاتكم مثل قانون الاستسلام والخوانة لقد سئلنا الامر عليك كرئيس للوزراء ان تكون قدوة في انتقائك للتعبيرات اللغوية لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يرفض المزاعم ويصفها بانها هراء اقول لسيد المتحدث انني لم اسمع ابدا مثل هذا الهراء في حياتي تهديدات مثل هذه تصل الى النواب في الغالب عبر فيسبوك او تويتر هناك حديث عن فرق تصفيات وعن حرب اهلية وانتقام لا احد يستطيع معرفة ما اذا كان احد هذه التهديدات سيتحقق وصلت الى النائبة الاسكوتلندية لزا كاميرون صور لمشاهد اقتصاب وقطع رؤوس وهي تطالب في البرلمان بوضع قانون جديد وتريد الغاء عدم الكشف عن الاسماء في وسائل التواصل الاجتماعي تحرت الشرطة عن بعض الناس واتضح انهم اشخاص عاديون لا يلفتون الانتباه وبمجرد ان يدخل هؤلاء الناس شبكة الانترنت يظلون مجهولين وليس هناك ما يوقفهم علينا منع ذلك لكن فقافة السياسية ايضا يجب ان تتغير كما يرى توم بريك علينا التقدم في مسألة البريكسيت اذا لم يتم حل الوضع لن تتغير اللغة لن يكون هناك عدوان اقل ولكن لا تزال ازمة البريكسيت مستمرة وهذا يجعل جميع النواب مستهدفيين سواء كانوا مع او ضد البريكسيت العاصمة الهولندية تجتذب ملايين السياح بوتيرة سنوية لكن ثم تتصرفات غير لائقة لبعض السياح بات يعاني منها سكان امستردام بصورة يومية وخصوصا في منطقة تجارة الجنس والحياة الليلية التي تجتذب الزوار من جميع انحاء الكرة الارضية فقد سائم السكان وباتوا يطالبون بتغييرات جذرية وها هي البلدية باتت تهدد بفرض غرامات باهضة على مخالفات بعض السياح السلوكية واصبحت تفكر حتى في حضر تجارة الجنس القانونية في هذه المنطقة وهذا قد يعني القضاء على مصدر رزق عديدات عاملات في مجال الدعارة والإثارة الجنسية الساعة الثامنة مساء في مدينة امستردام بداية ورضية عمل ماريا إنها تعمل راقصة إثارة جنسية في أحد أقدم الملاه الليلية لكنها لا تعرف إلى متى سيظل بإمكانها القيام بذلك هنا تريد أمستردام وطع حد لزيادة غير المرغوب فيها في عروض الإثارة الجنسية وأعداد السياح هذا غير مفهوم بالنسبة إلى ماريا لأن هذا هو ما يجعل أمستردام فريدة من نوعها أعتقد أن المزيد من الناس يأتون في الماضي كان أغلبهم من الصينيين لكنهم يأتون الآن من كل أنحاء العالم حي الأضواء الحمراء في أمستردام بائعات الهونة يجلسن بملابس مثيرة جنسيا في فترينات مضاقط بالأحمر كل ليلة يجوب الألاف من السياح الشوارع حوالي 700 من النساء والرجال يبيعون العروض المثيرة على مدار اليوم دون توقف الحي نشأ قبل قرون كحي دعارة للبحارة وهو يجذب اليوم محبي الفرجة من جميع أنحاء العالم وهذا تحول إلى مشكلة هكذا تبدو الشوارع في كل صباح القمامة في كل مكان يترك السياح مخلفات تزعج الأهالي أحدهم هو أوسكار بوريير وهو فنان يعيش هنا منذ 22 عاما لكنه لم يعد يحتمر الوضع يوجد هنا سكان عليهم تنظيف أبوابهم كل يوم لأن الناس يقضون حاجتهم أمامها وأيضاً في قبو تسكن فيه إحدى السيدات إنهم يفعلون ذلك على طول القناة بين السيارات أعداد السكان الذين يقاومون الوضع في الزياد وقد نظموا حملة أيليف هي التي يشارك فيها أوسكار بوريير أيضاً إنها صرخة موجهة ضد السياح للتصرف بشكل لائق السكان يشعرون بأن البلدية تتخلت عنهم في مواجهة مشكلة المدينة عندما أنظر من النافذة في الساعة الرابعة صباحاً أشاهد كيف يتسكع المدمنون والسكارة ولا أرى أحداً من السلطات أو أي شرطي ييت زوجة أوسكار تظهر لنا المنظر من شقتها في وسط حي الأضواء الحمراء أقدم حي في وسط أمستردام وهي لا تثق في خطط المدينة لنقل الضعارة إلى الضواحي فهي ترى أن سبب الظروف الكارثية في الحي هو التسويق الخاطئ للمدينة وطوفان المتاجر الرخيصة كي يتعافى هذا الحي قليلاً لا بد من فعل شيء حيال العدد الهائل من الحنات وأعطاء مجال أكبر للمحال التجارية الصغيرة حيث يمكن للزوار التعرف على الحياة هنا سالومي تملك هذا المتجر في وسط حي الأضواء الحمراء تبيع شوكولاتا مصنوعة محلياً حسب مبدأ التجارة العادلة بائعات الهوى جيران لطفاء من نسبة إلى سالومي وخلف متجرها تطلعنا على مشروعها الفني الرسالة موجهة للسياح يحترم بائعات الهوى وترى أن رغبة المدينة في طردهم سياسة خاطئة آمن أن يتغير فقط سلوك السياح سيكون من العار أن تطر بائعات الهوى إلى الرحيل لمجرد أن الناس لا يتصرفون بشكل لائق مدينة تكافح من أجل صورتها من المتسبب يطرى في هذا التدهور الزيادة المزعجة في عدد السياح أما في حجم مجال الضعارة لا تريد إدارة المدينة التعليق على خطتها لإبعاد حي الأضواء الحمراء وتم رفض مقابلة صحفية معنا كور فاندييك هو مدير جميع الأندية الليلية في المنطقة ويقول إن المدينة تجربت في الماضي تقليل حجم قطاع الأضواء الحمراء لم تنجح ما تغير هو أن هناك مساحة أقل الآن أغلقت المدينة العديد من فترينات بيوت الدعارة تركز كل شيء حاليا حول هذه القناة حيث نجلس الآن وعلى بعض الشوارع الجانبية كان النطاق أكبر في الماضي لذا كان بإمكان الزوار الانتشار عبر المنطقة في عدة أزق تدرك ماريا أن وظيفتها عرضة للخطر بسبب الخطط الجديدة العمل في مكان ما في الضواحي يخيفها بالنسبة لي السلامة هي أهم شيء يعتقد العديد من الناس أن بإمكانهم القيام معنا بكل ما يريدون إذا تم إخراجنا إلى الضواحي فهذا يعني أمان أقل بالنسبة لنا في العام المقبل تتوقع أمستردام نموا قياسيا يصل إلى 25 مليون سائح والمدينة حائرة بين التقاليد وتداعيها قرى أوروبية عديدة تعاني من انخفاض عدد السكان بصورة كبيرة والسبب مغادرة الفئة الشابة بحثا عن عمل في أماكن بعيدة تاركين وراءهم كبار السن للوحدة ومن دون خدمة لكن قرية إسبانية قلبت هذا النموذج رأسا على عقب من خلال تلبية احتياجات الفئة السكانية المسنة طبق العصافير المغردة المتبلة المشوية طعام شهي شهير في بلدان البحر المتوسط مثلا في الجزيرة القبرصية ففي قبرص تتوقف ملايين الطيور المهاجرة في الخريف في طريقها إلى بلدان جنوبية لكن بسبب شباك الصيادين التي لا ترحم ثم تخشية من انقراض بعض أنواع هذه الطيور في فترة مقبلة وإلى قصتنا الختمية طيار حربي روسي سابق أصيب بشلل في حادثة وبات يعاني من الإعاقة ومحدودية الحركة لكنه لم يستسلم بل قام بتصميم هيكل لكرسي متحرك يمكن المصابين بالإعاقة من عبور الرمال والثلوج وحتى اجتياز الغابات ذات الطرق الترابية تصميم على قهر العقبات والتغلب على الإعاقة في سبيل التحرك بحرية ختام عين على أوروبا ولكم مني ومن طاقم العمل أطيبة تحية ترجمة نانسي قنقر